وللنقاش حول هذا الموضوع نعود إلى ضيفنا عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي التركي السيد فراس رضوان أغلو أهلا ومرحبا بك مرة أخرى في السوديو الرافدين مرحبا سيد فراس تسجيلات مصورة أظهرت خنادق حفرها مسلح ميليشيات البي واي دي حول ترفعت هذا يعني أن هذه الميليشيات كانت تستعد لمعركة طويلة الأمد برأيكم ما الذي غير تكتيكها؟ طبعا هم كانوا يستعدون لكثير من الأشياء حقيقة ليس فقط لمعركة طويلة الأمد بل حتى للتغييرات الديمغرافية والتغييرات السياسية كانوا ربما يعتمدون على التواجد الأمريكي الذي ربما كانوا يظنون أنهم سيساعدهم وأيضا على الاختلافات والاختلالات السياسية في الأزمة السورية أي بين التواجد الروسي والتواجد الأمريكي والتواجد الإيراني وحتى الحكومة في دماش وعيدا المعارضة لذلك كانوا يلعبون على عدة أطراف ولكن أكثر الأطراف الأقوى كان هو الولايات التحدة الأمريكية ولكن الهزيمة الكبيرة في منطقة عفرين كانت هي ربما السبب الرئيسي في تراجعهم إضافة إلى أن الولايات التحدة الأمريكية لم تقدم الدعم وقالت لن ندعم البيد في عفرين أيضا الاتفاق مع روسيا سحب الذريعة من تلك المناطق لم يعد لديهم حقيقة المسند الحقيقي في تلك المنطقة هناك اعتبارات سياسية لهذه القضية في مسألة عفرين ولكن الضغط التركي نجح بشكل كبير إضافة إلى أن التكنولوجيا العالية بالنسبة للجيش التركي وأيضا هناك كثير من التقارير التي بثت حول كيف كانت عملية عفرين من تكنولوجيا وأدوات جديدة استخدمها حقيقة على الجيش التركي واستهدف بها فقط المسلحين ولم يستهدف فيها المدنيين هذه كثير من النقاط إضافة إلى المعلومات السخباراتية والدقة في المعلومات السخباراتية العسكرية وغيرها هذه نقاط حقيقة كانت لها فعالية كبيرة جدا في الهزيمة وتال رفعة لم يبقى لهم سند عسكري حقيقي لذلك أعتقد أن مسألة ترفعت هي مسألة وقت ليس أكثر في الوقت الذي كانت تستعد فيه القوات التركية والجيش السوري الحر إلى عملية ترفعت أو الدخول إلى المدينة كانت هناك تظاهرة تتزامن في نفس الوقت تطالب تركيا والجيش الحر باستعادة المدينة يعني ماذا يعني ذلك؟ طبعا هناك كثير حقيقة ليس الآن منذ قبل يعني هناك كان كثير من وجهاء تلك المناطق قد تقابلوا مع أولياء أو والي مناطق الجنوبية في تركيا وبع بعض القادة طالبوا التدخل التركي في تلك المنطقة لسبب بسيط جدا هم هجروا من تلك المناطق يعني تقريبا مئة ألف شخص هجر من منطقة منبج باتجاه تركيا ربما هناك آلاف أخرى اتجهوا في مناطق سورية أخرى ولكن في تركيا فقط في تلك المنطقة أكثر من مئة ألف عربي تم تهجيرهم تلك المنطقة إضافة إلى أن هناك تغيير هذا الديمغرافي الذي سيحدث هذا كان خطير جدا هناك أيضا ممكن أن نقول أن قبول التواجد التركي في تلك المنطقة هو قبول حقيقي بسبب بسيط جدا لأن تركيا هي الشريك في تلك المنطقة هي الجار الحقيقي في تلك المنطقة أي المصير المشترك هذا واقع لا يمكن إنكاره إن كان مع سوريا وحتى مع العراق ولذلك العابرون عبر الحدود من عشرات الآلاف الأميال أمريكا أو روسيا ليس لديهم أي شيء في هذه المنطقة حتى أن هذا لا يستوي مع القرابة بين الشعبين هناك تقارب في العائلات وإلى آخر حتى في الدين هناك مسائل كثيرة تستقطب تركيا في تلك المنطقة وهذا ما يخيف أحيانا روسيا والوياق المتحدة الأمريكية بعد عملية غصة الزيتون تحدث الرئيس تركيا عن عودة الأهالي إلى مناطقهم لكن دول الغرب تحدثت عن محاولات تركيا لتغيير الشمال السوري ديمغرافيا كيف تعلقون؟ طبعا هذه منباب الضغط السياسي على تركيا تركيا ليس لديها هذه الفكرة أبدا لأعتبارات كثيرة جدا بالنسبة لمنطقة عفرين هي منطقة غلبيتها من السكان الكرد وأيضا هناك قرى عربية موجودة فيها ولذلك أعتقد هذه المنطقة سيعاد الذين هاجروا منها أو تركوها بسبب الحرب أو بسبب تواجد تلك الميليشيات إضافة إلى أن المنطقة تحتاج بإعادة البنى التحتية لأن لم يكن هناك أي اهتمام من قبل لا البيديا ولا غيره ولا حتى من الدولة السورية نفسها كانت تلك المناطقية عبارة عن مناطق زراعية ليس أكثر وبذلك هناك فرصة كبيرة لتركيا لأن توجد هذه القوى الناعمة التي اشتهرت فيها عالميا إضافة إلى أن ربما بالاتجاه باتجاه التالرفعة التي هي ربما الخاصرة بالنسبة لأفرين لابد من تنقياتها وربما أعتقد الجيش التركي هناك أنباء أنه بقي له تقريبا كيلو متر حتى يصل إلى تلك المنطقة ليسيطر على التالرفعة لكن حتى الآن أنباء تقول أنه لم يسيطر تماما بل هو اقترب كثيرا منها هناك إذن ععادة تسكين تلك المناطق هناك الساكنون في تركيا أو البلتجئون في تركيا سيعدون إلى تلك المناطق إضافة إلى أعادة إعمار تلك المنطقة وحتى الجنوب هناك منطقة أخرى هي بإدلب للتواجد التركي هناك لمدة أن يكون له فعالية وبذلك أعتقد أن التواجد التركي من جرابلوس أي درع الفرات إلى غصن الزيتون إلى مناطق المراقبة في إدلب سيكون التواجد التركي مهم جدا ومفيد جدا وإعادة الإعمار في تلك المنطقة ستكون من عاطق تركيا لكن هناك معلومات مغلوطة باتجاه تركيا بأنها ستسكين ناس بمحل ناس آخرين هذه أعتقد قضية غير صحيحة ربما أيضا هناك شيء آخر هناك أرض سورية في النهاية السوريين المتواجدين في الجنوب إذا أرادوا العودة في مناطق شائعة جدا ممكن إعادة إعمار وتوسيع المدن في تلك المنطقة وهذا لا يمكن أن نقول أيضا للسورية أن لا تعود إلى سوريا في أي مكان من تلك البقاء على الأرض المحلل السياسي التركي سيد فراس رضوان أغلو كنت معنا في السدن الرافدين شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر